ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الجلسة تمنا سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب ورئيس مجلس الوزراء نيابة عن مجلس الوزراء موفورة صحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله داعيا الله جلت قدرته أن ينعم على سموه دوام الصحة وأن يوفقه لما فيه خير الوطن والمواطن من جانبه عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمتابعة جلالته لصحة سموه وقال سموه أننا نتحمل المسئولية تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بكل فخر واعتزاز لما فيه خدمة الوطن والمواطنين الذي شكر لهم اهتمامهم وحرصهم للإطمئنان على صحة واستعرض سموه زيارته إلى مركز البحرين المستثمرين موجها سموه إلى بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتابعة لتسهيل إصدار الرخص للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم لما من شأنه الإسهام في الارتقاء بالاقتصاد والاستثمار كما أشاد سموه بالتنظيم المميز لمعرض الجواهر العربية 2015 في نسخته الرابعة والعشرين لما يمثله هذا المعرض من تظاهرة اقتصادية سنوية هامة تعكس مدى ما تتمتع به المملكة من مكانة متميزة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات وقدم سموه الشكر للقائمين على المعرض الذين ساهموا في إنجاحه وخلال الجلسة قدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشكرى لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على التنظيم المميز لجلسات جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الألكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 في نسخته الرابعة مشيدا بأعمال جلسات المؤتمر والذي يجسد ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم من جانب آخر وجه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الجهات ذات الاختصاص إلى ضرورة متابعة موضوع تصريف مياه الأمطار وبذل المزيد من الجهود ووضع الإجراءات الكفيلة للتعامل معها مستقبلا واطلع المجلس على التقرير الذي عدته وزارتاء الإسكان والأشغال وشؤون البرديات والتقليط العمراني حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان للتعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المملكة مؤخرا وأثناء سمو رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارتي الإسكان والأشغال موجها سموه إلى المزيد من المتابعة فيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جلوه لأعماله واتخذ بشأنها ما يلي اطلع المجلس على مذكرة حول متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 والمتضمن 325 مشروعا بحسب المحاور الرئيسية الستة التي تضمنها البرنامج و330 مشروعا فرعيا تنفذه الوزارات بإجملي 655 مشروعا كما تقوم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ 32 مشروعا ضمن إطار الأولويات الحكومية ذات الأهمية البالغة ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة سير المشاريع لضمان الحفاظ على النسق الحالي في إنجاز هذه المشاريع وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتهدف تلك الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصل به وتعزيز التعاون العربي في شأن الوقاية من الفساد ومكافحته وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني وافق المجلس على مذكرة بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية حفاظا على أمنها وحماية لمصالحها وسلامة مجتمعاتها كما وفق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية وتهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أخذ المجلس علما حول عدد من الاقتراحات برغبة ذات تأصلة بالسلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعدة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد أن الحكومة ملتزمة ببرنامج عملها للأعوام 2015-2018 الذي تم اعتماده من قبل السلطة التشريعية وأشار إلى أن أمانة العاصمة نشطة ولديها مجلس مفتوح لأهالي المنطقة إضافة إلى وسائل التواصل المعلنة وبأن هناك ألف نقطة لتجمع مياه الأمطار تم تحديدها من قبل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تمت معالجة 350 منها حتى الآن كما أكد أن المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضررت بمياه الأمطار لم يتم استكمالها بعد ولم توصل بمشاريع الصرف الصحي هذا وقام سعادة وزير الشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض تلفزيون البحرين تسجيلاً كاملاً لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة ذو قد كشفت الجهات الحكومية المعنية بمواجهة موسم الأمطار عن وجود خطط وجهود تنسيقية تتضمن حلولاً قصيرة الأجل وأخرى مستدامة وشارك ممثلون عن كل من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء فقد أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تدشين مشروع الحزم لتصريف مياه الأمطار تغطي 55 موقعاً في كافة المحافظات في مملكة البحرين بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايين و270 ألف دينار بحريني وقد تم الإعلان عن مناقصة عامة للحزم الخاصة بعشين موقعاً في محافظتي العاصمة والمحرقة وهي في مرحلة تقديم العطاءات وقد صرح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال العامة المهندس أحمد الخياط أن التعامل مع تجمع مياه الأمطار في شتى محافظات المملكة قد تم في وقت قياسي وذلك وفق قائمة الأولويات من الشوارع الرئيسية ثم الفرعية في جميع المحافظات كما نوه بالتنسيق المشترك مع المجالس البلدية عبر تزويد قطاع الصرف الصحيب بالمواقع الأكثر حاجة إلى أنظمة تصريف مياه الأمطار هذا وتترق المؤتمر الصحفي إلى الجهود التنسيقية بين الوزارات الخدمية للتعامل مع مياه الأمطار عبر رصد المواقع التي تتجمع فيها المياه ووضع حلول لها لتجنب تكرارها مستقبلا إذ بيّن بأن الوزارة قامت بمعالجة 350 موقع حتى الآن من جنبه أكد الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان المهندس سامي بوهزاع أن هناك سبعة مشاريع قيد الإنشاء قد تضرر بعضها من مياه الأمطار لعدم اكتمال البنية التحتية لها أو ربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الخارجية وفقا للخطط التنسيقية للمشاريع وفيما يقص مشروع وادي السيل فقد تبين عدم كفاية أحواض التخزين بالموقع مع كمية مياه الأمطار التي تنشأ بالموقع وعليه فقد تم التنسيق مع قوة دفاع البحرين على إقامة آبار حقن أحواض التخزين مع دراسة حزم من التحسينات الإضافية على الموقع لضمان تجاوز المشاكل التي نشأت بالموقع من المناطق المحيطة وقد أكد بوهزاع أن هذه المشاريع الإسكانية لا تزال قيد الإنشاء وهناك جدولا زمنيا معدا بالتنسيق بين الجهات الخدمية لتنفيذ هذه المشاريع وتاتي خطوة الربط بين الشبكات الفرعية والرئيسية شكرا